السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا تحديث جديد لاداة قوية جدا. كنا شرحيني قبل كده في قناة التانية. نهاردة الاصدار اتنين بوينت اتنين. ده اصدار الجديد بتاع الادا. لو مش شغالة عندك لازم تنازل اصدار ده. طبعا نسيب لك رابط التحميل اسفل الفيديو. طبعا زي ما انتشفين كده الاداة مميزة جدا في معالجات وكمان قسم خاص بجد سامسونج وكمان قسم خاص بالس بي دي. يعني شامل معالجات ومعالجات وكمان معالجات تعال نشوف مع بعض كده على السرعة دي قائمة خاصة. بعملية التفليش وعملية التحسف الباسورد وحسف حساب شاومي. تمام? وكمان قائمة خاصة بالموديلات زي ما انتشفين كده تختار الموديل الموجود. طبعا ده خاص بقسم يعني ده اللي احنا مشرعه ده خاص بقسم مشرحناه قبل كده. تمام? طبعا اجهزة هي زي ما انتشفين كده اجهزة كتيرة داخل كل قسم كل شركة ليها مجموعة من الاجهزة. تمام? وكمان لو اخترت مسلا جهاز من الاجهزة دية طبعا بتضغط على زر تعالية الصوت وخفض الصوت يبدأ الجهاز يبوت معك. او بتخش ادخل وريكافر وبتضغط على حاجة فيه. طبعا لو اجهزة بتضغط على تضغط عليها تلات مرات او اربع مرات لحد ما يجيلك رسالة تضغط على اوكي بيدخل الجهاز في وضعية تمام? في بعض الاجهزة بتحتاج وطبعا ده بتجيبه من على جوجل. طبعا ممكن يكون فيه تحديث قادم ان شاء الله يضيف لك قسم خاص بالتستبوينت تعرف الصور تستبوينت. بس عادي ما فيش اي مشكلة وبحثت على جوجل كذبت الموديل وجمه كلمة تستبوينت ودخلت على محرك بحس الصور هنلاقي صورة بتاع الجهاز. تمام? وطبعا لازم تتأكد برضه من جزئية مهمة جدا انت لما بتخش على جهاز او بتبحث على صورة تستبوينت. انت بتفكي ظهر الجهاز. اتأكد الصورة دي نفس صورة الجهاز اللي معك. يعني نفس البردة. آآ نفس الشكل. نفس الكاميرا موجودة. نفس آآ ترتيب البردة بالزبط. علشان بيبقى فيه اجهزة شبيهة. فما تتوسطش تستبوينت غلط. تمام? طبعا ده قسم زي ما انا قلت كده خاص بالميديا تيك. آآ نفس فكرة كده بيحزف الباسورد وبيحزف النمط. طبعا بيحزف كل البيانات. وده وضع الميتامود. ايه وضع الميتامود ده اللي احنا شرحنا قبل كده في اجهزة بتحتاج وضعية معينة علشان تقدر تفرمطه. بدل الجيتاج كده. تمام? حتى لو جلد دخلت في وضع البرو ما بيقبلش معك. في وضع الميتامود ده بيخلي الجهاز يخش في وضع اسمه يعني كانه شغال. وبيحزف الباسورد بيحزف حساب جوجل. فوضع الميتامود ده مهم جدا في الاجهزة الجيدة اليومين دول. تمام? طبعا ده قسم خاص بالسامسونج. طبعا دعم اه للحمايات الاقديمة اللي هي نجمع شباك زيرو نجمع شباك مكلمات الطوارئ. وبرضو الاجهزة الجديدة اللي احنا هنجربها ان شاء الله لما يتوفر معنا جهاز سامسونج ونشوفها يفك في الحمايات الجديدة. تمام? طبعا ده طبعا اختيار تاني برضو خاص بحسف حساب الكون. حساب سامسونج يعني وتفعيل لوضع عمل لو انت عمل يعني تقدر تحزف البصورة وتغيير ملف السي اس سي. وهنا برضو آآ قسم خاص باجهزة سامسونج اللي انت تعمل اصلاح لو الجهاز آآ ما تكملش معك وتحزف حساب جوجل من اندرويد خمس للاندرويد ستة اختارها عندك. وتعمل يعني فيها مجموعة دي. طبعا زي ما انت شايفين كده فيها آآ قوام كتيرة لأجهزة سامسونج تقدر تستخدمها آآ لو معاك جهاز سامسونج معاك الجهاز اندرويد عمتها هتحتاج الاداة دي. تمام. طبعا زي ما انت شايفين كده آآ كل اختيار من الاختيارات دي ما معلم عليها هدية بيبقى لها وظيفة. يعني كل وظيفة من الاختيار ده آآ بيعمل عملية للجهاز آآ او شركة دي قسم خاص بالتفليش. يعني انت عايز تفلش زي فكرة لو انت عايز تفلش الجهاز اربع ملافات فلاشة واحد. ده مفروض بيبحس لك على الفلاشة الجهاز. بتوصل الجهاز وتبحس عليه بيبدأ يعمل زي ده ولود. بس انا ما جربتاش حاليا. تمام? طبعا آآ ده خاص بجهزة شاومي. ده خاص بيحزف حساب شاومي. تمام? وكمان لو انت عامل روت تقدر تحزف مسلا آآ باسورد. تمام? بس طبعا روت بتعمل ركافر معدل. والدخل الجهاز في وضع الدياج. تمام? آآ يعني عاملات كتير آآ من آآ قسم الشاومي. طبعا ده قسم خاص في وضع الفاست بوت. تمام? تقدر تعمل بقى ايه? آآ حتى خط حساب جوجل. تخل في وضع ده خاص بوضع يعني الوضعية اللي هنختارها دلوقتي. ده كده اللي هو خاص بالعملات الروت وهنا طبعا لازم تكون عامل روت يعني وهنا ده خاص بوضع يعني يعني ده خاص بوضع ده خاص بوضع اللي هو احنا شرحنا قبل كده. لازم اصدار خمسة. عشان يبقى معك تغطي حساب جوجل لو عمل ضبط مصنع وحسف حساب شاومي. تمام? دي قائمة خاصة بالتفليش لجهاز شاومي بفلاشة بالصيغة اللي هتظهر لك دلوقتي. تمام? بيبدأ الجهاز يفلش الجهاز. آآ بيبدأ قصد الأداة تفلش الجهاز لما تختار الفلاشة الصحيحة. تمام? آآ القسم اللي بعد كده ده قسم الاس بي دي الأجهزة الجديدة. اللي دعم الاس بي الجديد. آآ ممكن برضو الأجهزة القديمة. تمام? بيحزف عملية آآ بيحزف العملية دي عملية البسورد. يعني بيحزف البسورد او النمط الموجود على الجهاز. طبعا فيه اجهزة ممكن تلاقي الداتا موجودة عليها وفيه اجهزة بتنسبة تسعين في المائة هتلاقي كل الداتا تحزمت. يعني نسبة الداتا دي ضعيفة جدا فيه اجهزة الاس بي دي. تمام? آآ طبعا آآ كمان في قسم خاص بالاندرويد. طبعا وهنشرح الجزئية للضفة الجديدة للضفة في الأداء ايه? هنشرحه دلوقتي. طبعا قوائم كتيرة لازم انت من كده قفل الابديت والتحديثات آآ عمل اصلاح للاشعارات. عمل ريد انفو عمل ريد انفو للبطارية. آآ برضو آآ تقدر تعمل في خلال عملية زي حسف باسورد او معرفة الباسورد. وكمان في وضع هو ده التحديث الجديد. ايه يعني ده عاملك التحديثات الجديدة اللي انت مسلا لو فتح صغرة المتصفح في اجهزة الصغرة قفلت. فاحيانا بعد الاجهزة بتحتاج تحديثات جديدة زي فتح صغرة المتصفح. بس لازم تكون مفعلة تستمود في الكمبيوتر عندك في الوندوز بتاعك علشان يقبل معك. لو مش مفعلها مش يزهر معك اصلا. تفتح اي اختيار من الاختيارات دي تفتح صغرة المتصفح وبعد كده بتكمل الصغرات ان احنا عارفين. تمام? آآ طبعا آآ الاختيار وضع عشان تبقوا عارفين لازم زي انا قلت تفعل آآ التعريفات وتثبت كل التعريفات المهمة بتاعت وشرحتها قبل كده عندكم في القناة. تمام? عشان ناس كتير بتسألني آآ تعريفات والتثبيتات تعريفات والويندوز اللي انا بشرح عليه ده موجودة عندكم في آآ مجموعة كبيرة من التعريفات موجودة عندكم في قناة الاولى. كمام? آآ طبعا علشان تثبت التعريفات اللي داخل آآ يعني تثبت التعريفات الموجودة داخل الاديا تخش على تمام? اقول الاعدادات دي. آآ اللي هو رسمة ده. وبعد كده بتضغط على تثبيت التعريفات والميديا تيك والسامسونج والتعريفات كلها. طبعا علامة دي الاختيار ده لو انت تغطى عليه بيضاف لك اللي هي دي. شايفيني لو معلم علامة بالماوس. دي دي بتفعلها. لو عملت اللي تحت علامة صحي دي بتخفيها. احنا عايزين يفعلها يبقى احنا ندوس على علامة دي. تمام? بيبدأ يفعل عملية تمام? عشان تظهر على شاشة الويندوز وبعد كده بيشتغل معانا. ونيقدر نفتح صغرة نتصفح بطريقة سهلة جدا. من غير ما يزهر معانا اخطاء. عايزة اتكلم عن الجزئية مهمة برضو. آآ لما يجي لك جهاز لازم تعرف المعالج بتاعه ايه? عشان بعد كده تحدد الطريقة اللي هتستخدمها بعد كده. يعني ايه برضو? يعني الجهاز لما يجي لك تعرف المعالج ان كان ميديا تيك او كوالكم او اس بي دي. تمام? او معالج كيرين علشان بعد كده تستخدم الاداة اللي تحتاج لك المشكلة. طبعا معظم الادوات المنتشرة اليومين دول. كلها قوائم بتبدأ. من معالجات كوالكم ميديا تيك اس بي دي. مش كاتب لك مسلا فيفو سامسونج آآ اوبو والحاجات اللي احنا عارفنا دي معظمة بيكتب لك المعالج. ليه بقى عشان دلوقتي تعرف المعالج تبدأ تستخدم القسم اللي انت عايزه. وشرحته كزا مرة. طبعا القسم الاخير ده كنت شرحه قبل كده برضو. اللي انت بتعمل تجيب كارت مومري وتوصل اطراب بالشكل ده كنت شرح قبل كده عندكم في القناة. وبتعمل ليدر وبتوصله والطريقة دي موجودة على جوجل وبتوصله بالطريقة دي كده بليدر وبتوصله بتوصله في اي سي الزاكرة. تمام? توصل نقاط معينة. آآ زي ما انا كاتب كده. وتبدأ تحزف الباسورد لو الجهاز بيتفك جداش. عن طريق ليدر بالزبط. يقدر الحاجات اللي احنا عارفنا دي. اللي هي مش مدعومة على الادوات. يعني الطريقة سهلة جدا. طريقة تستخدمها. آآ بالطريقة سهلة جدا عن طريق الادوات اللي احملنا شرحها في القناة. طبعا لو عجبك الشرح بتاعي ما تنساش تعمل شرط للقناة. واتفعل زر الجرس واعمل شير لاصحابك عشان غيرك تستفاد. وطبعا ما تنساش تدعم لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.